فنصبح حكينا انه البوليسكرايد يمكن انه تتكون انه من سلسلة من المونوسكرايد وما بتكون يعني انه السلسلة هذه لازم انه تكون المونوسكرايد من نفس النوع لا، فيمكن انه البوليسكرايد تنصنع من اكثر من نوع من المونوسكرايد نعم، البوليسكرايد are long carbohydrate molecules of repeated monomer units المونيمر هي نحكي عن ايش؟ نحكي عن المونيمر نحكي عن وحدة واحدة البوليمر نحكي عن مجموعة وحدات فمثلا نقدر كمثال تبسيطي أن المونيمر يمكن نحكي عنه كأنه طوبة لبنة البناء أما البوليمر هو البناء اللي بنناه بالكامل لأنه متكون من أكثر من مونيمر فمثلا ما حكينا أن البوليسكرايتز هي عبارة عن إيش مونو سكرايتز أو مونيمر متصلة فيما بينها طبعا سلسلة من المونو سكرايتز متصلة فيما بينها إيش من خلال واتكلمنا كيف بتصير عمية الانتصال هذا وأعتقد أنتم كمان إيش أخدتوها بالتوجيه اللي هي الرابطة الجليكوسيدية فالبوليسكرايتز يمكن تلاق منها إيش يمكن تلاق منها مثلا نوع منها يكون بناءه مثلا سلسلة واحدة مستقيمة وفي نوع ثاني منه يكون عندك هايلي برانش يعني يكون إيش في تفرعات كثير وهكذا يعني they differ from each other هي البوليسكرايتز the identity of their monosecariide units فمثلا عنا فمثلا عنا فمثلا الستارتز بتكون عندنا من إيش بتكون عندنا من المونمر اللي هو بكون عندنا في هذا الحال اللي هو الغلوكوز السيلولوز بتكون عندنا من إيش من المونمر من البيتا الديغلوكوز يونتز تمام ويمكن تلاقي مثلا بوليسكرايتز ثانية بتكون عندنا من مثلا سكر الفريكتوز أو يعني سكر آخر the length of their chains فالبوليسكرايتز طبعا تختلف فيما بينها بطول السلسلة السلسلة الكربوهايدرات في بينناتها with the degree of branching اللي هو مقدار التفرع فالستارتز سيلولوز مش متفرع ولكن غلايكوجين متفرع بشكل هائل وإن شاء الله طبعا راح تأخذوا خصائص أكثر عن البوليسكرايتز والمونوسكرايتز والديسكرايتز مع الدكتورة نسرين في المحاضرات الجاية بمحاضرة الكربوهايدرات إن شاء الله نعم الامينو أسدز اماينو أسدز ما حكينا هي الأحماضة الأمينية اللي هي فهي الحجر الأساس تمام لبناء البروتينات طبعا هي مهمة جدا لبيولوجيا الخلية لأنها فهي بتتكون من مجموعة أمين ومجموعة إيش كاربوكسل فمنلاحظ إنه هنا عنا مجموعة أمين ومجموعة كاربوكسل بنفس إيش الأماينو أسد وأعتقد إنكو فاميليار وفهمين يعني شو معنا الأماينو أسد لما نحكي عنه إنكو بلشتوا ب محاضرة الأماينو أسد مع الدكتورة نسرين نعم Along with a side chain specific to each أماينو أسد طبعا ناس ما حكينا في عنا أمين جروب في عنا كاربوكسيلك كاربوكسيلك اللي هو الكاربوكسيلكروب وبكون في عنا إيش اللي بكون عنا اللي هي side chain side chain اللي بتختلف من كل أمينو أسد للثاني مثلا glycine side chain تبعته بتختلف عن البرولين والبرولين side chain تبعته مثلا بتختلف عن الفالين وإلى آخره نعم There are 20 different amino acids that form human proteins طبعا في عنا 20 أمينو أسد بكون عنا إيش الهيومن بروتين نعم البروتينات are biochemical compounds consisting of one or more polypeptides polypeptides هالساعة الأمينو أسد لما إن جيبهم ما بعض بكون عنا إيش بكون عنا سلسلة عديد البيبتيد اللي هي البيبتيد والبوليبتيد it chains هذي سلسلة عديد البيبتيد أكثر من سلسلة ما بعض تمام بتطلع عنا إيش البروتينات هي عبارة عن إيش مركبات كيميائية حيوية بتكون عنا إيش من سلسلة عديد البيبتيد وقولنا إنه عديد البيبتيد هذ منه إيش بتكون بتكون من إيش أمينو أسد طبعاً typically folded into agglobular or fibros form facilitating a biological function طبعاً هذه السلاسل البوليبتيدية بتتبع إيش بتتبع أم أسا البروتينات مشان تكون عنا شغالة بالجسم لازم يكون إلها يعني كيف نقول تصفيط معين بيكون إلها شكل ثلاثي أبعاد تمام بحيث إنه تكون البروتين مطاعج أو مصفط بطريقة معينة تمام وطريقة محددة مشان يقدر يعطي البيوليجيكال function تبعه فنسما حكينا البوليبتيد اللي هو عديد البيبتيد هو عبارة عن إيش Single Linear Polymer اللي هو عبارة عن إيش هو بنقدر نحكي إنه Polymer اللي هي نسمنا نحكي إنه Chain تمام Single Linear Polymer من إيش الاماينو أسد بتكون عنا من من أماينو أسد bonded together برتبط الاماينو أسد فيما بينهم من خلال إيش البيبتايد بونت نعم فنسما حكينا برتبط ترتبط الاماينو أسد فيما بينها من خلال البيبتايد بونت الروابط البيبتيدية تمام بين الكاربوكسل والأمينو جروبز زين المتجاورة بين هذه الاماينو أسد فهيك بطلع عنا إيش بتكون عنا البيبتايد وأكثر من البيبتايد بتكون عنا إيش بتكون عنا الفروتين نعم الآن نحكي عن بيومولوكي المهمة جدا اللي هي إيش الإنزيمات إنزيمات هذا التفاعل اللي هو إيش الإنزيمات الموجودة في هذه الكائنات الحية فبداية التفاعل بيقول عنا إيش مولكيول أو مادة معينة بيبدأ عليها التفاعل وبعد نهاية اللي هو الإنزيمات بعد نهاية إنه بعد ما يشتغل الإنزيم عليهم تمام بيطلع عنا إيش اللي هو الاند بروتك تبعنا اللي هو البروتك تمام كتاليسيس takes place at a particular site on the enzyme called the active site which is a special pocket or cleft فهذا هو الactive site وعملية الكتاليسيس اللي هي تحفيز التفاعل الكيميائي هذا لا يمكن يصير على الإنزيم إلا بس بيش بالactive site اللي هو هذه المنطقة من الإنزيم The catalytic activity of many enzymes depends on the presence of small molecules turned cofactors وطبعا عملية الكتاليسيس هذا اللي بتصير اللي هي تحفيز التفاعلات الكيميائية بعض الإنزيمات تحتاج لمواد أخرى غير السبستريت تمام مشان إيش تساعد في عملية الكتاليسيس وإعطاء البرودكت هذي فعندك عندنا الرسمي هذي اللي بتبين إنه إيش substrate entering active site of enzyme فهذا هو السبستريت بدخل عندنا إيش الactive site الانزيم مشان إيش يصير إلو catalysis بعدين هذا اللي بيكون متكون عندنا بشكل اسمه enzyme substrate complex معقد الانزيم والsubstrate بعدين بعد ما يصير عندنا catalysis للتفاعل للreaction اللي بيصير هنا بيطلع عندنا إيش products ولكن قبل ما تفكك بيكون عندنا enzyme products complex بعدين إيش الproduct بتطلع من active site من الانزيم نعم طبعا إن شاء الله راح تأخذوا التفاصيل أكثر عن كل هذه البيومونكيوز تكلمنا عنهن في المحاضرات الجاية في مادة بيوكم يعني نعم فهذه المادة أصلا تتكلم عن إيش تتكلم عن الانزيمات تتكلم عن البروتينات لبيدات وإلى آخره classification of enzymes enzymes are classified into about six categories based on the reaction they catalyze فالانزيمات صنفناهن تمام إلى تقريبا ست مجموعات حسب التفاعلات اللي بيحفزنها ففي عنا النوع الأول هو oxido reductase they catalyze the oxidation اللي هي إضافة الoxygen أو reduction reactions وإن شاء الله طبعا راح تفهموا شو معنى الoxidation بشكل أفضل وreduction بمادة الorganic transferase transfer a functional group فtransferase هذه الإنزيمات تعمل على تحفيز التفاعلات الكيميائية اللي بتم إيش فيها بننقل فيها functional group مثلا methyl group أو phosphate group من مركب لمركب ثاني hydrolysis catalyze the hydrolysis of various bonds فالhydrolysis هذه الhydrolysis أسف الhydrolysis enzymes شو بسو عنا بتسو عنا hydrolysis تكسير لروابط مؤينة بين المولكيول اليايزيز cleave various bonds by means other than hydrolysis and oxidation فكمان اليايزيز اللي هي نوع من الإنزيمات اللي تعمل على تكسير أيضا الروابط بطرق أخرى غير الhydrolysis وغير الoxidation في عنا الـ isomerase اللي هي catalyze the isomerase isomerization أسف isomerization changes within a single molecule فبتعمل على أنه تحفز تفاعل الـ isomer اللي بتكون عنا إيش في المادة المعينة طبعا الـ isomerization هذا رح تفهمه أكثر إن شاء الله بالأورغانيك lygases join two molecules with covalent bonds بل lygases هذه هذه الإنزيمات تخصص بإيش إنها تجيب المولكيوس مثلا two molecules اللي هي مركبات اثنين وبتلزقهم ببعض من خلال covalent bonds من خلال اللي هي الرابط التساهمي فهذا هو classification of enzymes ورح تسع فيه بشكل أكثر إن شاء الله مع الدكتور سمير لما يعطيكم الـ enzymology هالساعة إحنا حكينا عن المونوسكرايت هي عبارة عن إيش المنمر أو البلدين بلوكس لإيش للبوليسكرايت تمام وحكينا إنه الامينو أسد are the building blocks for proteins النوكليوتايت هي عبارة عن إيش هي البلدين بلوكس لإيش للنوكليك أسد اللي هي النوكليك أسد اللي هي الحموض النووية في عنا رايبوزومة اللي هو اللي هو الـ RNA وفي عنا إيش الـ DNA نعم فالـ RNA اللي هو الـ نوكليك أسد وفي عنا الـ DNA اللي هو ديوكسي رايبوز نوكليك أسد نعم فالنوكليوتايت نوكليوتايت أخذناها بالإحياء are molecules that when joined make up the individual structural units of the nucleic assets إذا كان إذا إحنا نتكلم عن RNA بيكون هذا البنتوز شقر بيكون نوعه إيش بيكون رايبوز شقر تمام أما إذا كنا منحكي عن DNA بيكون عن إيش ديوكسي رايبوز شقر نعم وبتكون نيوكليوتايت أيضا من phosphate group هذه هي وبتكون من nitrogenous basis اللي هي القواعد النايتروجينية أدينين سيروسين غوانين وثايمين فهذه هي المواد اللي بتكون منها إيش النيوكليوتايت الرايبوزي منقوص الأكسجين هذا بالعربي والرنة اللي هو رايبو نيوكليك أسد وباختلافا فيما بينه يعني أول اختلاف فيما بينه إذا لاحظتو إنه البنتوز شقر بيكون عنا هنا بالرنة بيكون بس رايبوز ولكن بالدنة بيكون ديوكسي رايبوز ديوكسي معناها منقوص الأكسجين فجزي السكر اللي بيكون النيوكلياتيدات في الدي أن أي بيكون إيش ما بيكون يعني بيكون فيه مجموعة أكسجين أو درد أكسجين يعني مزيوحة أو مفقودة منه مقارنة مع الرا نعم فطبعا البروتينات والأحماض النووية هي أكثر البيولوجيكا الماكو موليكيول أهمية ليش لأنه بتحمل الجينات الجينات الوراثية والمعلومات الوراثية للأجيال السابقة إلنا من خلال إيش من خلال الدي أن اي والبروتينات طبعا مهمة جدا مشان الفونكشنز الكثيرة إلها بالجسم وإن شاء الله كمان رح نتسع فيها أكثر في مادة البيولوجيكا إن شاء الله الليبيدات الليبيدات بتعطينا إيش؟ بتعطينا مخزن يعني بالطول المتو للطاقة فهي بتخزن ما مقداره تسعة كيلو كالوري بالجرام الواحد فكل جرام بعطينا تسعة كيلو كالوري أو تسعة تالاف كالوري إن هيومنز تمام؟ كل جرام من الليبيدات بعطينا تسعة تالاف كالوري الليبيدات اللي هي الشحوم بشكل عام يعني بتحمي الأعضاء الحيوية عندنا في الجسم من الصدمات مثلا فبنلاحظ أنه مثلا توجد الليبيدات مثلا بين الأمعاء عند القلب والرئتين بيكون عندنا شوية لبيد وإلى آخر نعم والنقطة الثانية المهمة الليها بتعمل إنسوليشن إنسوليشن يعني عزل عزل للحرارة يعني بتحافظ على درجة حرارة الجسم إنها تكون ثابتة فالبادنج اللي هو حماية الأعضاء الحيوية تمام والإنسوليشن هو يعني إيش إنه عزل الجسم بحيث إنه نقلل من كمية الحرارة اللي منخسرها وهذا كله إيش من خلال الليبيدات وبتسوى عندنا إيش بتكون المكون الأساسي في الهرمونات وأغشية الخلية مثل إن شاء الله ما رح تعرفوا إن شاء الله رح تعرفوا بعدين طبعا الليبيدات الليها أنواع أول شيء الفاتس اللي هي الدهون يعني فبس ما حكينا اللي هي الدهون هذي بتكون عندنا إيش ثري فاتي أسس تمام بتكون عندنا إيش فهذا بيكون عندنا جزائي الجليسرول والآر هذي بيتمثل عندنا إيش الفاتي أسس اللي هي الحموض الدهنية إنها يمكن إنها تكون هذه الحموض مشبعة أو غير مشبعة ورح تفهم وشو معنا ساتوريت أو أنساتوريت ما إن شاء الله لما تمشوا في محاضرات الليبيدز مع الدكتور أيبان شاعت وفي أنواع محددة من الحموض الدهنية بتكون عندنا إيش إسسنشل يعني لازم تكون موجودة في الجسم مشان ما يصير عندنا أمراض مثل اللينوليك ورح تأخذوها إن شاء الله بمحاضرة الليبيدز واكسس are similar to fats but are composed of much longer fatty acids فإلها نفس الكمبوزيشن تبع الفاتس يعني ديسارول وال fatty acids هذه ولكن الفاتي أسس تبع الواكسس are much more longer أطول بكثير من اللي هي للفاتس فمنلاحظ إن الواكسس إلها درجة غليان درجة دوابان عالية وذلك بسبب إيش؟ وذلك بسبب الروابط اللي بتحدث بين الفاتي أسس بيناتها في بتحدث الروابط بين اللي هي بين الحموض الدهنية فيما بينها فكثرة الروابط هذي بتمنع أو بتزيد من اللي هو قوة تماسك هذي المولكيل مع بعضه فبتعطيك higher melting point فبتعطيك إيش؟ درجة حرارة أعلى للذوبان نعم فهذه نوعين من الليبتس الفاتس والواكسس الفوسفوليبتس من اسمها فوسفو بنحك عن فوسفيت كروب اللي هي نفس بناء الفات ولكن يكون في عنا مجموعة فوسفيت واحدة are similar to fats فهي نفس البناء تبع الفات but one of the fatty acid group is replaced by a phosphate group فبند نرجع على الصورة هذي فهذه هي مواقع إنه يكون عنا إيش؟ fatty acids تمام؟ فبالفوسفو في الفوسفوليبتس يكون واحدة من هذي الـ fatty acid chains بتم استبدالها بمجموعة فوسفيت تمام؟ فهذه يكون إيش؟ الـ composition للفوسفوليبتس فبكون في عنا two fatty acids وone phosphate group نعم so they are similar to fats but one of the fatty acid groups is replaced by a phosphate group تمام؟ the structure of this lipid gives it some interesting characteristics أيواز فالبناء تبع الفوسفوليبتس هذا بيعطيها إيش؟ بيعطيها خصائص معينة وإن شاء الله رح تعرفوها ولكن اخذوها يعني الآن السلممبرين اللي هو الغشاء الخلوي بتكون عنا إيش؟ من فوسفوليبتس تمام؟ هي بتكون عنا من فوسفوليبتس نظرا لخصائصه المميزة لأنه عسا إحنا ما معرف أنه الليبتس اللي هو هايدروفوبك يعني ما بتضرب عندك في المياه يعني ما بتعمل أي بونتس مع المياه هذه معنى هايدروفوبك تمام؟ فلما نضيف بونجموعة الفوسفيت group الفوسفيت تمام؟ هي أيضا هي هايدروفوليك تمام؟ يمكن أنها تعمل روابط مع المياه فالفوسفوليبتس هادي بكون عنا البولر ريجن بتكون موجهة لجهة أو بتكون إيش؟ يمكن أنها تتفاعل مع المياه لأنها بولر وهايدروفوليك ولكن هادي اللي هي الفاتي أسد فاتي أسد بتكون عنا إيش؟ هايدروفوليك وما بتقدر إيش إنها تتفاعل مع المياه وراح تلكها مشروع أهمية هذا لما يشرح لكم عن الفوسفوليبتس وبناء السلممبرين إليه فبلاحظ أنه هايدروفوليك يعني يمكن إنه يسوي انتراكشن مع المياه يمكن إنه يتفاعل مع المياه يمكن إنه إيش يعمل روابط معها ولكن السلاس الحموض الدهنية هايدروفوبك ما بتقدر إيش تعمل عنا روابط مع المياه أخر شي استيرويد هايدروفوليك 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 مركب الكوليستيرول طبعاً ما نعرفه والهورمون اللي هو مثل التستستيرون والأستروجين لأنها بناءها أو هي من طبيعتها تكون من ستيرويد نعم فهي عبارة عن مركبات عضوية بحتاجها الجسم بكميات قليلة مشان يعني يقدر يعيش بس بكميات قليلة فالفيتمينات هذه الجسم اتكلمنا عن الماكرو مولكيوز اتكلمنا عن ليبيتز اتكلمنا عن المونوسكرايز والنيوكليك أسد والنيوكليتيدات والبروتينات والأمانو أسد وإلى آخره معظم هذول الأشياء يمكن أن الجسم بقدر يعني يصنعهم داخله ولكن الفيتمينز صعب الجسم يصنعهم داخله أو حتى إذا بصنعهم داخله بيكون بكميات قليلة جدا فلذلك احنا بنقدر نأخذ الفيتمينز من إيش من الفوت ففي عنا نوعين من الفيتمينز في عنا معناها ذائبة في الدهون يعني فالفيتمينز هذي يمكن أن الجسم يخزنهم بالدهون الموجود عندنا داخله أو بالأنسج الدهنية الموجودة داخل الجسم فهذه نقدر إيش الجسم إيش يسوي إليها داخل الفات تيشو والفيتمين كي فهي أمثلة على إيش الفات سوريبل فيتامينز دائبة في الدهون خاصية للفيتمينز لا يمكن أن الجسم يحتفظ فيه للمدة طويلة فـ ..ـ they soon يعني بشكل .. يعني تمكث في الجسم مدة قليلة مقارنة مع w-vitamins فالجسم بتخلص منها من خلال البولة أجلكم والله vitamin C and all the B vitamins are water sustainable وامثل على ال-water cerebral vitamins وو ال-vitamins C وكل أنواع ال-vitamin B هي امثل على ال-water cerebral vitamins نعم فهي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن سوائل بتم تصنيعها من جسم نفسه وهي بتكون أصلاً موجودة داخل الجسم فهذا معنى البودي فليويد فهي بتكون هذه البودي فليويد تشمل الفليويد اللي بتم إخراجها من جسمنا والفليويد اللي بتم إفرازها مننا هذا الفرق بين إكسكريتد وسكريتد سكريتد معناها إفراز تمام وإكسكريتد معناها إخراج بودي فليويد includes the following الاكويس هومر and vitreous هومر بايل بريست ملك الإيرواكس الفيمال إيجاكولات ميوكس including nasal drainage and the phlegium باريتونيويد سلايبا سيمان تير بومت بلد سيروم سيريبرا سبانيويد اندوليمف بريليمف غاسترق جوز pleural fluid sebum sweat vaginal secretion and urine كل هذه أمثلة على البودي أو the body fluids فمو غلط أنه يعني تعرفوها human body minerals اللي هي العناصر اللي بتكون موجودة داخل الجسم the body needs many minerals اللي هو طبعا الجسم بيحتاج عناصر معينة these are called essential minerals فهذه العناصر الجسم بيستخدمهن العمليات اللي بتقوم داخله فلذلك بنسميهن essential minerals يعني ايش اللي هي العناصر الضرورية في الجسم essential minerals are sometimes divided up into major minerals اللي بنقول عنها macro minerals major minerals يعني تركيزها في الجسم عالي و trace minerals اللي هو micro minerals فتركيزها في الجسم منخفض يعني الجسم بيحتاجها بكمية أقل من ما بيحتاج بال micro minerals the amounts needed in the body are not an indication of their importance تمام؟ فالكميات اللي بيحتاجها الجسم من هذه المنرالز لا يعني ما بتصف قديش او يعني ما بتصف قديش هي مهمة فمثلا يعني كمثال كمثال الحاف يمكن نحكي انه مثلا السوديوم مثلا هو macro mineral يعني متواجد بكثرة في الجسم ولكن هو مثلا مش نفس أهمية ال iron اللي هو من المايكرو منرالز اللي هو متواجد بشكل قليل في الجسم ولكن يمكن مثلا انه ال iron اكثر أهمية مثلا من السوديوم وهكذا بس خذوا الموضوع كمثال هذا بس مشان لشرح النقطة هذه فالمايكرو منرالز اللي هي متواجدة بالجسم بكثرة السوديوم، كلورايد، بوتاسيوم والكالسيوم والمايكرو منرالز مثل الحديد، النحاس والفلور فهذه كلها منرالز بيستفيد منها الجسم وان شاء الله كمان راح تأخذوا عنها محاضرة كاملة اللي هي يعني المنرالز ان شاء الله Water Water has many unique properties that make it essential to all of طبعا يعني لما نحكي عن البيو كيمستري لازم كمان نحكي عن الووتر الماء يعني المهم جدا وضروري جدا من أجل الحياة Most of water's unique properties are a result of the hydrogen bonding between the water molecules فانتو أخذتو شو معنى الhydrogen bonding فالخصائص المميزة للماء تمام بتكون بسبب الhydrogen bonding الرابط الhydrogenية بين جزئات الماء فيما بينها Water is an excellent solvent هو مذيب ممتاز When ionic compounds are placed in water the ions dissociate or separate فمثل ما بنعرف انه لما تضيف محالي الايونية على المياه بتتفكك ويمكن من خلالها انه The ions dissociate or separate فبتتنفصل هذه المركبات الايونية عن بعضها Polar Covalent Compounds اللي هي الووتر Because they have two charged poles Polar Covalent Compounds Because they have two charged poles Also dissolve in water فالpolar Covalent Compounds اللي هي المركبات القطبية كمان يمكن انها ايش تتحلل في المياه لانه ايش؟ لانه لها قطبين اللي هو بنقدر نحكي كأنه نفس الايونات انه قطب سالب وموجب يعني بالpolar compounds ولكن The non-polar Covalent Compounds They do not dissolve in water لا يمكن انها الدوب في الووتر اللي هي المركبات الغير قطبية Thus Polar Covalent Compounds Are hydrophilic فبنقول انه المركبات القطبية هي ايش؟ Hydrophilic Water loving يمكن انها الدوب في المياه While the non-polar Covalent Compounds Are hydrophobic من hydrophobic معناها ايش؟ لا يمكن انها الدوب في المياه ولا يمكن انها تسوي Interactions معه ما يسميها Water Fearing أو hydrophobic compounds Water has a high cohesion فمثل ما بنحكي قلنا انه اساس ال unique properties الخصائص المميزة للمياه اللي هي ال hydrogen bonding between between the water molecules تمام؟ اللي هو الرابط الهيدروجيني بين جزئات المياه الساعة مثل ما بنعرف الرابط الهيدروجيني هذي الرابط قويه نوعا ما ف The water has a high cohesion فهو يعني يخي نقول ملتسق فيما بعضا أو بينه يعني قوة رابط قوية فيما بينها جزئات الماء بينها قوة رابط قوية فيما بينها فمثل ما بنعرف انه ال water molecule جزيء المياه بحب انه ايش او ايش بلزق او برتبط مع جزيئات المياه الاخرى بسبب ايش ال hydrogen bonding حسا هذا ال hydrogen bonding وال وهي tendency to stick with other water molecules بتسوي عنا ايش خاصيتين ال high surface tension اللي هي الخاصية التوتر السطحي وخاصية ايش اللي هي الخاصية شعرية للمياه وهي خاصيتين يعني مميزات للمياه بسبب ايش الخاصية هذولة بسبب ال hydrogen bonding between the water molecules water's high surface tension اللي هو التوتر السطحي is what allows some insects to run across the surface of the water فهذا ايش منعرفه انه التوتر السطحي للمياه تمام سبب انه بعض الحشرات يمكن انها تمشي على المياه بدون متغرق يعني water's strong capillary action is what allows the liquid level in a straw اللي هي القشة شلمونة هنحكي to be higher than in the surrounding drink فالخاصية الشعرية فمثلا ان هذه التيوبات بنلاحظ انه مستوى المياه في البيكر الكبير هذا اللي هو الخزان الكبير واحد ولكن نما حطينا البيكر اللي هي التيوب هذي بنلاحظ انه مستوى المياه برتفع عن المستوى الاصلي اله وذلك بسبب ايش وذلك بسبب الخاصية الشعرية للمياه بسبب الhydrogen bonding between the water molecules using hydrogen bonding water molecules attract others up the sides of the straw فالبصير انه بالhydrogen bonding الwater molecules بترفع بعضها على طرفي التيوب فهذه هي معنى الخاصية الشعرية وبترتفع عنها ومستوى عن مستوى الخزان اللي هو فيه this effect is the more noticeable in thinner straws فبلاحظ انه الخاصية الشعرية هنا بيني اكثر لانه التيوب خنقول انحف ولكن هنا لما زدنا عرض التيوب بنلاحظ انه مستوى مي صار اقل من هذا المستوى يعني ارتفاع وهانا نفس الموضوع لانه زدنا خنقول الحجم تبع التيوب ف في الخاصية الشعرية هنا بتكون يعني اقل ملاحظة من انا تكون مثلا بثن تيوب اخر شي water has a high specific heat capacity it takes a lot of energy to change the temperature of water فالنقطة هذي شو معناها انه احنا نطلب كمية هائلة من الطاقة مشان نقدر نغير في درجة حرارة المياه فهذا الخاصية this characteristics makes water a good insulator عازل كويس الحرارة بمنع فقدان درجة الحرارة and a good coolant وبنفس الوقت يعني مبرد كويس فلذلك من هذا اللي هي انه انه نحتاج كمية طاقة هائلة مشان نقدر نغير في درجة حرارة المياه من ورا هذا الخاصية انه نقدر نستخدم المياه كعازل كويس درجة الحرارة وكمبرد كويس لدرجة الحرارة لانه صعب انه تغير درجة حرارة المياه when you sweat your body is using water as a coolant فلما نعرق جسمنا بيستخدم المياه كوسيلة للتبريد the evaporating water removes heat with it فالمياه المتبخرة هذي بتطلع الحرارة معها فلذلك الجسم بتقدر حرارته لما when we sweat finally وهي خاصية أخيرة the water is the most dense at 4 degrees Celsius فعند درجة حرارة 4 Celsius وهذه خاصية غريبة في المياه يعني بيكون المياه أكثر كثافة إلو ممكنة بتكون عند درجة حرارة 4 Celsius فباللاحظ انه هذه الووتر هاذي لاحظ هاذروجين بوندنج بين them تمام ببين كأنه بيسو عندنا نوع من الخلايا نص خلايا النحل يعني نمط نص خلايا النحل بيسو عندنا فالرابطة الهاذروجينية لما تكون عندنا بالمية لما تتجمد بترتب عن جزئات المياه كأنها على شكل خلايا نحل فهذا الترتيب للووتر كأنها خلايا نحل بيسو اقل الكثافة من الووتر لما تكون بحالة اللي هي لما تكون بالحالة السائلة نعم وهيك ان شاء الله بنكون وصلنا نهاية هذا السلايد على أمل انه بنكون ان شاء الله أفدناكم يعني أنا الآن بس ودي أنصحكم صيحة بالنسبة لمادة البيوكم حسا مادة البيوكم ان شاء الله هي مادة سهلة ان شاء الله بتحتاج فهم وبتحتاج حفظ ولكن أكثر إشي هي تحتاج الحفظ فلا تتأخروا ببداية حفظ لسلايدات خاصة سلايدات بيوكم لأنه لا سري يعني بتجي كلها من السلايدات وإذا كنت فاهم وحافظ السلايد يمكن أضمن لك إن شاء الله رح تحرز علامة عالية بمادة البيوكم وهذا الامشي بسري كمان على مادة التيرم وعلى مادة السل فكلما كنت فاهم وحافظ السلايدات بشكل كويس ونظمت وقتك بحيث إنك كمان تعمل إليك مراجعة للمادة بيكون أفضل وأفضل كمان تعلموا تنظيم وقتكو وتعلموا إنكم تحملوا الضغط اللي إن شاء الله يعني رح تتعرضوا إله ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ودائما تذكروا البدايات دائما صعبة وإن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة فأفضلوا جهدكو وشدوا حالكو يعني لأنه الوضع بحتاج شدة حيل تميزوا وارتقوا بمستوياتكم العلمية بدراستكم يعني أنتم إن شاء الله فدخلتوا تخصص اللي هو حلمكم من طفولتكم فلا تسمحوا لأي شي يعيقكم عن هذا أنكم تسألوا حلمكم فلازم تبذوا مشان تسألوا حلمكم جهد كبير جدا فنعتذر عن الإطالة وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته